الأخت اليمامة من الجزائر بارك الله فيها تقول أنا يعني بنت عزباء في العشرينات من عمري أعاني من أذية أمي لي قولا وفعلا بعد التزامي واستقامتي وارتدائي الحجاب توجه لي ألفاظ أبشع الألفاظ تصفني بالشيطانة والحيوان أعزكم الله تتدخل في خصوصياتي كلها حتى في لباسي وأكلي وهي تصلي وتصوم وتقرأ القرآن أنا أحاول أن أبرها لكن ما أستطيع في قرارة نفسي أتحمل هذا الشيء يعني مشاعري سلبية تجاهها تقول ألتزم الصمت أبكي كثيرا حتى أكاد أنفجر هل أنا آثمة إذا لم أحب والدتي اليمامة من الجزائر بارك الله فيك والله هذه حقيقة من أعجب الأسئلة التي تصلنا جرت العادة أن الأم إذا استقامت ابنتها تفرح فرحا عظيما خاصة وأن ليس لها دور في هذا ولم تتعب ولم تكلف نفسها فهذه نعمة من نعم الله أن يمنى الله عز وجل على الأسرة بهداية الأبناء والبنات لكن هذه الحالة والله من أعجب الحالات هذه الأم لما رأت ابنتها بدأت الحمد تستقيم ورأتها ولله الحمد تواضب على الصلوات وتلتزم الحجاب تخاطبها بمثل هذه الألفاظ القاسية البذية والعبارات النابية وأيضا تتسلط عليها تسلطا عجيبا والأعجب من هذا أنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن هذه الأم وهذه اختلفاظ لليمامة بالنسبة لوالدتك حقيقة يعني حالها لا يخرج عن اثنين إما أنها هي مريضة عقليا ونفسيا عندها مشاكل عقلية ونفسية مريضة هذه معذورة عند الله عز وجل تعرض على الأطباء تعرض على الرقاة يقرؤون عليها يرقونها تذهب إلى عيادات نفسية تتعاطى أدوية تصرف لها لأنها تهدأ من حالتها لأن هذه مسألة غير طبيعية أو أن تكون والعياذ بالله لديها شر فهي لها نظرة معينة مثلا على الاستقامة وأمور الطاعة والعبادة وتبغذ هذا الشيء حتى لو كانت هي تصلي يوجد من الناس يصلي وصوم القرآن لكن إذا شاف الإنسان ملتزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام قامت قيامته حتى يدل على مرض أيضا مرض في قلبه نسأل الله العافية والسلام عموما أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تقابل إساءة والدتك بالإحسان إليها حتى ترى صدق ما أنت عليه حتى ترى هي صدق ما أنت عليه وأن استقامتك والالتزامك ومواظبتك على الصروات وقراءة القرآن والالتزامك بالحجاب هذا حقيقي وليس مغشوش وأن هناك أثر وهو أنك تقومين على برها والإحسان إليه قضية أنك تحبين هذه مسألة ما أحد يملكها يعني المشاعر القلبية هذه ما تشترى ولا تباء هذه مسائل ما يستطيع الإنسان تحكم فيها فأنت تقولين والله أنا أبغض عملها وأبغض تصرفها طبيعي جدا بالعكس هذا قد يدخل ضمن العبادة لأنها وقفت أمام عبادتك وطاعتك ولذلك أنت معذورة لا تكون آثمة لكن ظاهريا تعامل معها التعامل الذي أمر الله جل وعلا به في قوله لمن هو أشد من والدتك وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا في الدنيا معروفة وأكثر من الدعاء وأظهري يعني أظهري القيمة التي أنت فيها وهي التدين من خلال معاملة معها ومع غيرها واسأل الله تعالى لها الهداء ما تدين لعلك تصبحين صباحا فيبشرك الله عز وجل بهداية والدتك وفي قصص وحوادث كثير يقرأ قصة والدة أبي هريرة رضي الله عن الصحابة الجليل كانت والدت تسب النبي عليه الصلاة والسلام وكانت ترفض الإسلام فلما يعني وكان أبو هريرة بار بها بار بها فلما كان يتأذى ذهب أبو هريرة يبكي عند النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الوالد فدعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فلما رجع سمع خرير الماء فأراد أن يدخل فقالت مكانك فإذا بها تقتسل لأنه أسلمت أسلمت لحظة فأنت أختي الفاضلة ما تدري الله عز وجل يفتع على قلب والدتك يعني وهي حاول أن تفهمينها وبالمناسبة فيه مفاهيم مغلوطة يمكن بسبب تصرفات بعض اللي يعني للأسف عندهم غلو تطرف عندهم يعني شيء من التشدد اللي موجود في الساحة فيظن بعض الآباء والأمهات أن كل من كل بنت تحجبت من هذا الجنس كل ولد التحى من هذا الجنس غير صحيح غير صحيح يعني ما كل من تزيى بزيء السنة الظاهر ومارس أعمال غير جيدة مثلا أن الجميع مثله ما يمكن فلذلك حاول أن تصححي المفاهيم المغلوطة لديها ترجمة نانسي قنقر